موسيقى والأستاذ المعتصم كانت عنده دور هام أولا لأن الأبحاث لا من ناحية الدراسة المعمقة ولا أيضا من ناحية الدكتورة الدولة لنقشها سنة 1988 داخل المؤسسة دينا كانت تشمل الموضوع دي الحقوق الإنسان في بلادنا وأيضا كانت له مساهمات في التدريس وفي إصدارات عدة والكلية كانت تفتخر أيضا بالدور اللي اللعبه من الحق السياسي ولا كان مستشار لصاحب الجلالة بحيث كان له دور أهام في حدة محطات حقوقية وفي القانون الدستوري وإرساء الدستور الجديد وهذا كانت تعتبره فخر للمؤسسة دينا كما أننا كانت تخرب جميع الأساتي دا اللي كان عندهم واحدة دور أهام في جميع الحقول من الاختصاصات المؤسسة خصوصا في العلوم السياسية وفي القانون الدستوري أستاذ معتصم أيضا كانت عنده واحدة البصمة يعني في العلاقات الإنسانية في العلاقات مع الأساتي دا مع الطلباء وبهذه المناسبة يعني باسم جميع فعالية المؤسسة احنا كنت رحمه إليه وكنت تعوله بالرحمة إن شاء الله وكانت تزمه يعني كمؤسسة بشيكون هناك واحدة المتابعة ديال ما أرساه هذه الأساتي دا الأقطاب يعني في ميادين لليوم كانت تعتبر المؤسسة من المؤسسات اللي عندها واحدة موقع يعني في العلوم السياسية في القانون الدستوري في العلاقات الدولية بحيث يعني المؤسسة من خلال الأسد مؤتصم ومؤسسات إذا أخرين يعني كان عندها واحدة دور هام واليوم الحمد لله هناك شباب اللي كيرفعوا المشعل بشيبقى المؤسسة لها دور كما كان تاريخيا في المستقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة